من عنوين النشر إلى تفاصيلها انتقد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ما وصفه بطريق التصعيد والمغالبة التي تنتهجها نقابة المعلمين مؤكداً أن ذلك لن يوصل أي من الطرفين إلى نتيجة وفي تصريحات تلفزيونية جاءت في اليوم الثالث لإضراب المعلمين قال الرزاز إن الحكومة تؤمن بالحوار وحق التعبير عن الرأي مشدداً أنها تؤمن أيضاً بالدولة القوية التي يحكمها القانون وأوضح أن الحكومة كانت تأمل من النقابة أن تأتي للحوار لكنها ترفض وكأن العملية التعليمية للطالب لا تعنيها مؤكداً أنه لا يجوز تحويل الطالب من هدف إلى وسيلة وأشدد رئيس الوزراء على ضرورة ربط الحوافز بمؤشرات الأداء وقال إن الحكومة تعمل على مشروع متكامل وليس على مشروع فئوي محذراً من عواقب الإجراءات التصعيدية وحول ووقف الحكومة في حال إصرار المعلمين على استمرار الإضراب اكتفى الرزاز بالقول إنه لكل حادث حديث